السلام عليكم ولكم. في الفيديو ده هنعمل على المنهج كده هنعمل ناخد او نظرة عامة كده ومراجعة سريعة على المنهج لان نفكر نفسنا باللي احنا اخدناه من اول الترمو. طبعا احنا كان عندنا المنهج متقسس من يونيت. يونيت سري بيونيت فور. يونيت سري اللي كان بتكلم عن الانرجي وعن الفيول. فبقى انا في يونيت سري اللي هو بتكلم عن اه انا بتكلم عن الانرجي او ديفايس والانرجي الاجهزة. والانرجي بتسخدمها الاجهزة. فمسلا منيجي لتكلم عن الصان عن موبايل فون على الكالكليتر. فمسلا ايه علاقة الكالكليتر بالصان? ان فيها عنصام كالكليتر بتستخدم أو بتحويل بتاع الصان الالكتريك انرجي تشتغل بيهاemark. طيب برضو عندنا اللي هو النبايل فون. اللي هو النبايل فون مشتعل بباترى فالباترى دي بتستورد بتبقى مخزنة بتتحول الالكتريك انرجي علشان تشغل المبعيد. فمبدئين كده بكنا بيقول عندي مسلا حاجة زي الالعاب بتستخدم باتري بنحتاج الباتري علشان عشان تدي عندي الالكتريك انرجي فالباتري بتستورد بتبقى مخزنة لما بنشغلها في الالكتريك انرجي. بعد كده بقى يعني لما تتحرك تتحول لقينتك انرجي لو هي بتعمل طيب انا بدلقتها في حالة ان الباتري خلصت. فطبعا بعملها بين شحنها تاني. طيب في حالة انها بقى خلاص يعني ما بقاش ينفع لتشحن بقى فضية تماما. بعملها يعني بنستبدلها وبنعملها بنجيب نيو باتري وباتري جديدة. طيب عملوا حاجة طبعا انتريست ان هما عملوا او ان هما يستكشفوا يرسولوا الفضاء. فبعتوا روبوت لمارس لكوكب مارس او بلانت مارس لو اقرب كوكب لينا مارس. وسموه مارس روفر كريوسيتي. مارس روفر كريوسيتي عبارة عن روبوت يعني روبوت بي رائع عشان يستكشف مارس. فطبعا انا مش ينفع لشغله باتري. لاني يعني لما لما تفضيها عمل ايه. مش هينفع عمل ريتشارج. مفيش بلد مفيش فيش احطها في الفضاء عشان اشحن. كمان مفيش سوبر ماركت او مفيش ماركت مفيش اي مكان اشتري من نيو باتري. فعملوا ايه? فعملوا بروفايد مارس روفر كريوسيتي بـ solar cells. solar cells اللي هي الخلايا الشمسية اللي بتحاول light energy into solar into electric energy. يبقى مارس روفر 2 operate عشان يشتغل محتاج electric energy. طيب هجيب الـ electric energy دي منين من solar cells اللي هي الخلايا الشمسية هتحاول light energy into electric energy فتتخزن في الباتري بتاعة مارس روفر في صورة electric energy بتحتاجها بعد كده تشتغل بيها المارس روفر كريوسي او الفيكل دي اللي هو الروبت دوت. بتتحول كايناتك energy. وطبعا آآ كايناتك فبتتحرك فبتعمل هيت آآ energy. يبقى طبعا مارس مسافة ما بين مارس ويرز كبيرة جدا تقريبا آآ مليون كيلوميتر. آآ مليون كيلوميتر. بيوصلوا لها في خلال آآ ست شهور عشان يوصلوا لها بالسبيس او بالسفينة آآ الفضائيب. احنا عندنا مارس روفر بتشغل بايكتريك انرجي. بيجيبها منين؟ من السولر سلز اللي بتحول اللايت انرجي او دا سن او السولر انرجي انتو الكتريك انرجي. بعدين بتتخزن في بتاعة مارس روفر في صورة الكتريك انرجي. بتحول بعد كده لكايناتك انرجي ان تيرمل انرجي. بعد كده قلنا اللي احنا نستخدم اصلا في البيت. لو جينا نتكلم عن طبعا الانرجي فيه input وoutput. فيه انرجي داخل للديفايس فيه انرجي خارجة من الديفايس. فيه انرجي داخل الديفايس في الغالب. اه يعني في البيوت بنستخدم الكتريك انرجي. الهير دراير بيستغل ال input او ال consumed او ال used energy. بيقولي input او consumed او used الانرجي للاخلق. الكتريك produce او output بتنتج ايه thermal energy وساوند انرجي. وكمان كايناتك عشان بيحرك الايه الهير وكده. السوب ديسبانسر اللي ازاست الشامبو او ازاست الشاورجين مسلا. اه بتبقى عندنا اه بعمل برسنج بضغط عليه فبتخزن potential energy. ون يوليب ات لما تسابها تحاول كايناتك انرجي. طب الواشنج الماشي بتشغل electric energy. فتعمل طبعا كايناتك انرجي الفان او المروح بتاعتها. وبتعمل sound energy. وكمان اه عن طريق بتعمل thermal او heat energy. بعد كده عمدنا مسلا ايه تكلمنا عن energy chain. energy chain هي سلاسل الانرجي. الانرجي دايما بتبدأ فرم زا صن. او هي الصن. الهيت او ده بيبقى عبارة عن بيبقى لايت او او اكي? طيب. احنا بقى بتستخدم عشان تعمل ودي انا اخدها بالتفصيل السنة جديدة ان شاء الله. فالبلانت باستخدام بتكبر باستخدام الايه الانرجي اللي coming from زا صن. وتخزنها في صورة كيميكا الانرجي. طبعا كفود او بتبقى مخزنة كيميكا الانرجي في صورة شجر. جواها. وبعد كده بقى لو احنا لو احنا احنا او اللي في البلانت دي بعدين اتحركنا. فالكيميكا الانرجي اللي احنا اخدنا من البلانت الجسمانة هتبقى كيميكا الانرجي. يبقى في رمزة صن في تحاول لكيميكا الانرجي. بعدين يتحرك تحاول لكيميكا الانرجي. طبعا لما نيجي نشوف هنا في الانرجي في اه فاير. لما نيجي نعمل جيب وود ونولعه. طبعا برضو الصن هتاخد الصن بتخزنها في صورة كيميكا الانرجي. وبعدين هنعمل هنولع في الوود. فهي دينا طبعا هنستخدم عشان نشغل دي. مسلا برضو هنا عندي في الهيردرايل. الهيردرايل اللي هو السيشوار بتاع الشعر. في الاول هنبدأ بالصن. يبقى الفود الانرجي تشين او 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 ايجوالي ستارس وذي صن. فالصن عندي طبعا البلانت هياخد الصن عشان نعمل الفوتو ويخزن او تحاول كيميكا. طيب لو البلانت ده او ندفن في الارض بيكمل حاجة اصناها كول. الوقت الفحم. الكول بيبقى عبارة عن كيميكا الانرجي. لما بيستخدم الكول او الفحم بيستخدمه في طول ايد الكهرباء. اول حاجة بنعمله بيرنينج. يتحاول للتيرمال انرجي. بتدور الجوه الالكتريكا انرجي. وبعدين تحاول الىالكتريك اينارجي طبعا الالكتريك تمشي في اسلاك توصل للهير دراير. في الهير دراير يتحاول لتيرمال والساوند ان كينتريك اينارجي. يبقى most of او each of the energy طيب هل كل الانرجي بتوصل للديفايس ان احنا او الديفايس بقدر استخدمها? طبعا مثلا انا لو قلت الهير دراير هو الاساس محتاج بس بلاقي فيه صوت هل السوند ده بيستخدمه? لا. الانرجي للديفايس يبقى كده مش كل الالكتريك تحولت لايه? لتتتحول ايه او يبقى الامونت اف انرجي اللي الديفايس مش بيستخدمها بس بسميها وست يعني طاقة مهضرة يعني الديفايس مش بيستخدمها عشان يعمل بتاعت فده بنسميها اه في الغالب بتكون هيد وستميمز بتكون ايه? بتكون ساون. لكن وصلنا برضو ايه? للكونزيرفايشن لو اف انرجي. لو كونسيرفايشن اف انرجي. يعني الانرجي از نزر كرياتد نور ديس رويد بات كونفيرت فروم ون فورم تو اناظر. الانرجي از نزر كرياتد احنا مش بنخلق انرجي ولا الانرجي بتخلص لكن تشينج فروم فورم تو اناظر. حتى الوستد انرجي هي مش 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 انرجي خلصت لأ اي انرجي تحولت. طيب فلما نيجي ندي اجزامبيل ازا عندنا الالكتريك طبعا بيستخدمه فور بتحول الالكتريك انتو. الباورد او باتري باورد او السعر بتشغل بالباتري. الباتري بتبقى بتاعتها بنعرف منها الوقت. الباتري بتستور بتخزن بتتحول لك ايني بتعمل يعني بتحرك الايه? دي. اللي هو عندي الكشات يبقى الهدف منه او بتاعته بيستور بيحولها ايه? بتبقى فيها تتحول الالارم او اللي هو الايه? الجرس بالحرك بالايب يعني او يعني التنبيه لان احنا بنحركه بادينا يتحول لساوند. اللي هي الهيتر او الدفاية طبعا الهدف منها وارمينج. متنشتغل بالالكتريك وتدينا هيت او هيت او. لو انشوفنا مسلا ماشيين قلنا ايه? طبعا لان بيحصل فتزخن. دي كان عندنا بحول الى مختلفة من الانيرجي. طبعا احنا قلنا ان الانيرجي. اللي هو لغف انيرجي. لما ليجي مسلا انت مخزن الباطي بتاعنا جوها كميك الانيرجي. انت بتتحرك بتشغل البايك فتحولت لكيناديك انيرجي. طيب يبقى كده عندي طبعا البيك البريكس هنا لما تدوس عن بريكس على الفرامل مسلا او البيك مع الروض التاير الكاويتش بتاع البايك مع الروض بيعمل يبقى هنا مسلا الالكتريك لام اللي احنا بنستخدمها اه طبعا بتبقى بتشغل الالكتريك انيرجي بتحول للايت ان في ارمال انيرجي. وده قلنا الانيرجي. بيتحول من فورما تو انايرجي. بعد كده عندي اه اه فاغ اه اه انايرجي سوعنا نشوف الانيرجي طبعا الانبوت كما قلنا لو جينا نستخدم السيل فون السيل فون بيشتغل بالباتري. الباتري دي بنشحنا بالالكتريك انيرجي بتتغذم في صورة ايه? انرجي وبعدين بيتشغلينا الموبايل بيتحول آآ 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 طبعا مسلا لو احنا استخدنا الموبايل فون فور لونج تاين هنلاقيه سيخن فبيعمل ثيرما الانرجي وقلنا دي بتعتبر آآ آآ زي ما قلنا المين وظيفته هيقديها عن طريقة الثيرما الانرجي بالنسبة له وطبعا برضو الكايناتك انرجي بتساعده لانهو بيعمل ايه بيعمل موفمنت للايه للهير. الموبايل فون قلنا طبعا آآ بيستخدم الالكتريك انرجي تو تشارج زي باتري عشان هيش احنا الباتري واتخزينها في صور الكيميكا الانرجي بعدين بيدي لائت ان ساوند وينوي يوز اتفو لونج تايم بيدي تيرما الانرجي اللي هي ويستد انرجي لو جينا طبعا هاو كان يو بيلد ان انرجي تشين زي تبني انرجي تشين لو عندي السانلايت البلانت استخدم السانلايت وهيكون في الفوتو فالبلانت هيبقى عنده كيميكا الانرجي لما تتخزن في في الفحام في الكل يبقى كيميكا الانرجي في في محطة الكهرباء بنعمل للكول فهتحول لثيرمل تحرك فتدينا كيميكا الانرجي معاك كذا تحول لالكتريك انرجي وتمشي في الواير في السلك توصل او الالكتريك ميكسر فتدي وطبعا الالكتريك ميكسر وطبعا الالكتريك ميكسر هنا قلنا ويستد والساوند برضو ويستد وكينتريك اللي هي طبعا الكلام يعني او الغريب يعني بكل حاجة احنا بنكرر نفس الكلام تريد. جينا بباكات اللي يتكلم عن الفيول. الفيول اللي هو الايه الوقود. وقلنا الفيول هو اي حاجة بنولع فيها تديني او اي حاجة بنولع فيها تديني او بنسميها فيول. فالفيول اللي عندنا بنقسمه لآآ فاصل فيول. هنا كان طبعا جيب لنا كده ان كان في ولد خارج مع اسرته وراحين لطنتهم يعني نورا. فلما لقوا ان مؤشر البنزين طبعا بيفول داون بينزل معناه ان ايه 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 جازولين جازولين هو البنزين يبقى ايه 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 المفروض يروحوا يعملوا يملوا بتاع البنزين تاني لان كده الكار كانت موب بدوت ايه فهنا عندي مثلا الاكزامبلز على الفيول الكول والوود. الكول والوود الفحم والخشب بنستخدمه في ايه؟ كوكينج فود والوارمينج. الجازولين والناتشول الجاز اللي هو البنزين والناتشول الجاز بنستخدمهم استخدام وسائل الموصلات. يبقى لو جينا مثلا نشوف كده تحاول الكريميك الانرجي. في الكل في الكل اللي ما عمله يتحاول لايه؟ للترمال انرجي. طيب عندي باي فيول وفوصل فيول. البي فيول اللي هو الفيول اللي بيتصنع من البلانت. هو عبارة عن فيول فورمت فروم يعني بقدر ازرعه. يعني مصدر متجدد ممكن نعمل نجدده. زي مين زي الوود اللي هو اقدم فيول اللي استخدمه لانسان هو الوود. يبقى الوود باي فيول ليه؟ بكوز اي كان بي بلانت. تشاركول قلنا تشاركول لو الفحم النباتي. نحنا بنجيبه نعمل على الكوفطة ده. دوت بيبقى ميد فهو باي فيول. الوودشيبس اللي هي لها شرط الخشب والجراس الحشائش والكورن اللي هو الاجزاء اللي متبقية من الضرة دي كان ممكن نعمل لها وتتحاول لحاجة اسمه يبقى الجراس الكورن اند وودشيبس كان بي يوز تو ميك اللي هو بنسميه الاثانول اللي هو او اللي هو فهم دول كلهم بنسميه يعني 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 كان بي كنتينوالي يعني ممكن او كان بي ممكن نستبدلها بسهولة او كان بي ممكن ننتجها بعد وقت قصير لان هي كان بي بلانت. بدي بزارة. طيب فطبعا هي بس برضو يعني لازم نحافظ عليها. لان احنا لو استخدمنا الوود كفيول فده احنا بنعمل كتنج تريز. طب لما نعمل كتنج تريز على طول يعمل حاجة اسمها يعني ازالة الغبات او ازالة الاشجار الخضرة. فطبعا دي بتأثر بشكل بشكل سلبي على فطبعا كده الوود ممكن ايه يعني هو يعني مش هيخلص بس في نفس الوقت استخدامه على طول فاحنا بنعمل يعني بنعمل ازالة للغبات والاجزاء الخضرة. فبنزود بقى بنقلل الاكسجين فبنعمل نجد على الانفايرومنت. الفوصل فيول اللي هو الوقود الحفري. اللي هو بقى جاي من الفوصلز. الفوصلز يعني كائنات قديمة من ملايين السنين اندفنت تحت الارض. فده نسمي فوصلز. فهنا الفوصل فيول اللي تكون من اسم الفوصل فيول. وعبارة عن فيول فورمت اتكون من بقايا البلانس والانيمالز. اللي تدفنت وتحللت في ايه? او من ايه? من فترة طويلة جدا. اللي هما اشهر حاجة ايل ناترالجاز كول ايل ناترالجاز. الكول ده عبارة عن بقايا البلاند اللي حصلات في الكومبوزيشن في الايه? في الاندرجراونس. انما الايل والناترالجاز هي . أو أو سي ارجنزمز. او سي ارجنزمز او سي اانيمالز او. بقايا كائنات حية كابتعيش في السي. فلقايا بنسمها سي اانيمالز او اائو او او ارو 안يف is emphoneم او او مارين ارجنزمز. يبقى الالكوز. انما اللي هو FROM the ار واzarين في ايه? الفوصلة لكومبوزيشن الايه? الايل. هنا طبعا دي رنة يعني كان بيريبلز افتر ايه ماليونز افير. يبقى كانت بيريبلز افتر شورت فيم مقدارش اجددها بعد شورت طايم لكن افتر ماليونز او ايه افير او تاك ماليون اوفير تو بي فورم. هنا بيوريني ازاي الكول تتكون فروم ماليونز افيرز يعني ملايين السنين كان فيه هنا مسلا سوامس او فيه المستعطاعات البلك دي. بيبقى فيها ايه? عادك ضخمة جدا من فتقع في الارض فبتتدفن اه في الارض نتيجة يعني ضغط عليها والهيت بتاعت الصنع عليها. بحسب الله دي يكون يعني تتحلل وتندفن هنا فبتتحول ايه? بتحول الى كود. فده عندي الايه? الاة الكود. طبعا كده يبقى برضو هي الصن. لان الصن متياه للهيت فتحولها الى ايه? حولتها الى كول. طب الفرق بين الاايل والوووطر لو انا هستخدم الوايل يعني استخدم الايهي بالان Queena طبعا برضو الكائنات اللي بتعيش في السي يعني ماتو او بتاعتهم يعني ترصبت تحت بالسيفلور نتيجة برضو الجمعات عليها والروكس الجمعات عليها عمل نتيجة يعني الحرارة اتحولت فالايل لكن الووتر رينوبل بقى الووتر رينوبل بتجدد عن طريق الرين الرين بتنزل تاني يعني بتستخدم اسرع ما بترجع فبالتالي ايه بتقد مليون سينة عشان تتكون لكن الروبل اللي بتجدد بقى تتجدد بسرعة بعد ايه ما مستخدمه طبعا عشان انت ليه بنحافظ على الايل الايل طبعا بيستخدم اصرع ما بيتكون يبقى بالتالي طب ازاي حافظ عليه ايه اقلل استخدام الايه العربيات او الوسائل الخاصة نستخدم ايه نستخدم وسائل العامة عشان نقلل العربيات فنقلل نستخدام الايل طب ازاي نعمل رغم ان الووتر ام يعني ممكن ما يعني متتعوضش بنفس السرعة اللي احنا مستخدمها بس هاي يعني هتتجدد تاني بردو بس بارد لازم نحافظ على قد ما نقدر بزايب على العزبة اللي احنا مستخدمها ما لوسش الووتر او ما مهدرهاش ما فيش لازمة نزرع بتحتاج كمية قليلة من الووتر مش بتحتاج كمية كبيرة طبعا هنا ازاي الايل والناتشرال الجاز تكونوا طبعا قلنا او 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 يعني ندفنوا هنا في او ازاي او ضغط وحرارة والرقس وقعت عليه فحعملت وعملت فتحولت الى ايه? تحولت الى اويل ان ناتشرال جاز طيب اه 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 او اه 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 ايو يعني هتخيل كده نحنا فيش الى انتشه طبعا يعني ايه خلاص احنا لقتي بلاش نقدر نعيش نغير الى انتشه وفي عندنا بقى طبعا الى انتشه السيء اللي احنا نستخدم فيها او الووتر بنسمه هيدروباور يعني ايه اللي هي بنستخدم الانرجي زي الويند والووتر دي انا اخدها في اليونت اللي جاية او في الكنسلت اللي جاي علشان ننتج الالكتريستي. طيب اه لازم نحافظ على الالكتريستي علشان نحافظ على الانرجي نقفل اللا مش محتاجين. افصل اي اجهزة مش مستخدمة. طيب بيقولك لو انت بقى بتتذكر وبعدين الايه الاستخدم الكاندل بدلا الاستخدم القلم والورق بدلا ما استخدم الايه? الكمبيوتر. طبعا لاني بيوريني ازاي الانرجي بتستخدم في الاستخدم او ازاي بنستخدم الكول او الايل او الناتشرال جاز او 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 نعمله فلما نعمل فالهيت بتعمل هنا هيتنج للووتر هنا ببقى فيه ووتر بيعمل لها هيتنج بتحاول اللي هو ايه البخار بتاع الووتر يعمل ايه بقى يعمل يعني يعمل قوة اه اه دفع تعمل تحرك الديفايسس او التربين او التربينز اللي هي التربينيات الموجودة فتعمل كينيتك انرجي فتدخل على الجينيريتور اللي هو مولد الكهرباء يحاولها الالكتريك انرجي يبقى كده عندي الكيميكا ثيرمام وبعدين كينيتك وبعدين الكتريك انرجي توصل بقى الديفايسس اللي عمدنا والديفايسس تحاولها على حسب الديفايسس بعد كده عمدنا اه هنا في الاسم اه طبعا بتبقى مهددة بالبلوشن اكتر من السمول ستز لان بيحصل طبعا لما نستخدم بقى الفصل فيول بيكون لها دخان او صحاب او صحب اه دخان يعني وكده بتعمل المبادلات الحشرية نستخدمها في الزرع بتعمل اه كيميكا الكيميكا زي خارجة من المصانع بتعمل برضو ولو هي قريبة من الووتر والصغير هتعمل يبقى طبعا بقى الدخان ده بيأثر على يبقى بتعمل او حساسية في الاي والاي واللنج قالوا ان السموك بقى فيه يعني اجزاء صغيرة جدا بتدخل جوة بتأثر على وبتعمل للسيستم طبعا الجزء بتاع هو كان ملغي بس يعني ايه جالنا بعد كده ان احنا كنا مفروض نبقى فاهمينه برضو الاسد درين دي بتتكون نتيجة الووتر وهي بتعملها بيبقى طالع مع فبيكون حاجة اسمها اسد درين فلما تنزل اسد درين المطر دوت بيعمل ديس اوف تريز بمواطة التريز بيعمل تشينج ان كيميكال اند نيتشر اوف ليكس اند اه كيل فش بيغير في المية بتاعة ليكس ويعمل كل الفش بيشانج الكيميكال نيتشر اوف صيل بيغير من تركيب الصيل بيعمل سولفين للروكس زي ما اخدنا في في الكونسبت الاخير بيداوب الروكس بيعمل حاجة اسمها كيميكال يعني ايه؟ يعني فيعمل حاجة اسمها فطبعا عشان نقلل منقلل منقلل الاسد رين ومنقلل نقلل استخدام الفصل فيول طيب مفروض نحافظ على الفصل فيول ازاي؟ استخدام البايسكيل بدل الكار اقفل اللايت قبل مخرج من الروم استبدال الفصل فيول بل الووتر والويند والسولار ام بعد كده بقى دخلنا على الويند والووتر كالرسورسس اف انرجي وازا نستخدم الويند والووتر طبعا احنا عندنا سلروا سولير ويند سواف او بتحاول بتاع السون الالكتريك انرجي الووتر تيربين او الووتر ترباينز بيحاول لنا الكاينيتك انرجي تا الكاينيتك انرجي comport the jump in بيستخدمه. طبعا ما هي انا هنا او بيستخدمي انا يحولDE وبينة ة كاينتك. وده يحول الكاينتك. كل ده بيشتغلون في الويند تسبب ان 게 لايا الفرق بين والواند والواتر الكاينتك. ماتتäng Lily ماتمد على التواصل بrawdę يستخدمكاينتك الفواصل بانا باستخدمت SAR الحق ويند ميل. يعني افتحنا الحبوب. طيب. يعني الميزة ان الاتنين كانوا مش مكلفين قوي. الاتنين. طيب ايه بقى عيوب الاتنين? ان لو حصل ان لو 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 مش تقدر تحرق. برضو لو لو المصدر المية جاف يبقى برضو كانت كانت دو ات جوب. طيب ايه الفرق بين اه كانت فيها آآ آآ الاتنين بيستخدموا كانت تاعت الويند تبقى عندها او بسميها لكن المودرن ما عندهاش. عندها يعني كان عدد دي اكتر لكن المودرن آآ البلات بتاعتها شورتر المودرن بتاعتها طولر. كانت بتستخدم المودرن بتستخدم إلكتريستي. لو جانا برضو نقريب من والمودرن ووتر ميل. كانت بتستخدم إنما المودرن ووتر ميل بتستخدم او بتستخدم آآ بعد كده عندنا هنا طبعا الهمية السولر انرجي. سولر انرجي قلنا بتبقى بتبقى خارجها من الصن من صورة حاجة اسمها راديانت انرجي. راديانت انرجي او الاشعاع اللي خارج من الصن بيكون هيت اند لايب. يا اما بنستخدمه كهيت اما بنستخدمه كلايب. لو جاء نستخدم كده نشوف الصورة الانرجي في حياتنا. جسمنا بيتدفى بيها. لما بنعمل او الويندوز دي. بتبقى الويندوز مفتحينها فيسنج توزة صن. الجرين هاوسس اللي هي زي الخيمة اللي بيتزرع فيها دي. علشان تعمل ايه بقى? عشان تاخد من الصن. وتخزينها جواه في صورة ثرمال انرجي. فتعمل تسخن الجو جوه الجرين هاوس. فتخلينا نقدر نزرع الكروبس ايه? فهنا بنزرعها جوه الجرين هاوس. بنستخدم حاجة اسمها كونكيف ميرور او كيرفد ميرور. اه الكونكيف ميرور او الكيرفد ميرور دي. اه بتعمل ايه او بنسميها بتجمع بتعمل بتجمع او بتجمع وتحولها الهيت انرجي حولين هنا فبتعمل كوكينج للفود. هنا عندي برضو بنستخدم اه يعني كده عبارة عن انا بيه كده دي بتستخدم بتكون موجودة اه او على الاسطح بتاع البيوت. ام بعد كده عندي او دي اللي هي الالواح الشمسية عبارة عن سلز جوا سلزة صغيرة من سماء خلايا شمسية. فبتحول ايه 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 او بنستخدم او راديانت انرجي تحولها لانتو الكتريك انرجي مستخدمة في بعض انواع الكالكليترز تو اوبريت الكالكليتر. ام بعد كده عندي اه 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 يعني ازاي بقى الويند بنستخدم الويند. الصن بتعمل للاير. فبتعمل تبقاط في الاير. فبتعمل لل لاير بيبقى فيه هوت اير وفي كولد اير. في هي ايه اير بيبقى? سخت وفي اير بيبقى بال. فنتيجة الهوت والكولد اير بيحصل موفميند للويند. الويند بتحرك ما بين الهوت اير والااا والاا ايه بعدك ده بقى الكالكليتك انرجي بتاع بتعمل بتحرك او بتحرك ايه الارمز دي طبعاً بتتنقل طبعاً بقى لو احنا عندنا يبقى بعد كده طبعاً احنا بنعمل بنبني السد ليه؟ عشان يعمل يحبس الووتر وراه فيعمل فتروح نزلة كده السد الهدف منه يعمل فهذا بنسميه هيدروالكتريك انرجي هيدروالكتريك انرجي هي بنسميه يبقى بعد كده طبعاً ده كان ايه؟ عشان ازاي ممكن نعمل عندنا كده في البيت يعني وطبعاً يعني ايه؟ يعني الووتر بتبقى ووتر بعدين تتحول بعدين تكون بعدين يحصل لها وتنزل تاني في صورة الرين فدي ايه اللي بتحافز على الووتر كرينوبل سورس ايه 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 ده كان اي يونت وان بتتكلم معنا الانيرجي والفيول او ايه 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 ايه